استشهد جندي وأصيب آخر من قوات درع الوطن خلال التصدي لهجوم حوثي في جبهة حيفان المحاذية لمديرية طور الباح الشمالي لحجة وذكرت مصادر عسكرية استشهاد الجندي صادق محمد حيطر العطوي الصبيحي أحد أفراد اللواء الرابع درع الوطن وجرح فيدل الربيعي أحد أفراد اللواء الثاني درع الوطن بهجوم مسيرة حوثية في جبهة حيفان ودفعت قوات درع الوطن بتعزيزات ضخمة تمكنت من إفشال عدة محاولات تسلل الميليشي الحوثي الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية موقع غتل وجرح في صفوف الميليشيات